كيف حالكم أصدقائكم تابعي قناة استثمر أقلق تحديث للبيتكوين على المدى القصير بالنسبة للمضاربين بالنسبة للأشخاص المهتمين بحركة البيتكوين بالساعة القادمة البيتكوين على فريم الساعة شكلنا هل نموذج بعد الهبوط القوية اللي صار يوم أمس بسبب تقرير من ماتريكس بورت إذا ما بتعرف شو السبب بتمنى منك تشوف الفيديو اللي عملته يوم أمس تقرير ماتريكس بورت بيقول أنه صناديق الاتف سبوت رح يتم رفضه من هيئة الأوراق المالية استنادا لعدة أسباب وإلى الآن لا يوجد أي خبر أكيد إلى الآن مجرد إشاعات هل ممكن يتم تأجيل صناديق الاتف ممكن نسمع خبر بالساعات القادمة أنه يتم تأجيله أو يتم قبوله لحد الآن الحركة مو واضحة أصدقاء مشان هيك الأخبار بشكل كبير رح تتحكم بحركة البيتكوين القادمة لكن يلي علينا أنه نحزر ونراقب النمازجي اللي متشكلي عنا في حال كسرنا هالنموزج للأعلى أتوقع استمرار الصعود لكن يلي بتمنى أنا أنه يكسر للأسفل ويسحب سيولة من هالمنطقة هاي من منطقة الـ 41500 وهيكي رح يتشكل عنا نوع من الـ divergence الإيجابي وممكن نبحث عن صفقات صعود في حال كسر للأسفل المنطقة اللي رح راقبها هي منطقة الـ 41500 هذا السيناريو اللي بتمنى وهذا السيناريو أنا هي اللي مستعد إله أيضاً إذا نشوف على فريم 30 دقيقة أيضاً عنا نوع من المسلس إغلاق 30 دقيقة لحنا بحاجة أعلى منطقة الـ 43500 حتى يتأكد عنا نوع من الإيجابية على الفريمات الصغيرة وممكن تلتقل للفريمات الكبيرة فريم اليوم أصدقاء بدأ يظهر عنا نوع من الـ divergence الإيجابي وهذا بيدعم نوع من الصعود لكن لازم نراقب الحركة على الفريمات الصغيرة أتوقع أصدقاء أنه لحنا قريبين جداً من بدء التصحيح على فريم اليوم وعلى فريم الأسبوع حتى لو عدنا الصعود واختبار مناطق الـ 46000 للـ 47000 قد يكون هو الصعود الأخير قبل العودة للتصحيح لمناطق 38000 للـ 36000 أتوقع هذه المنطقة مستهدفة بشكل كبير جداً خلال الأيام المقبلة ممكن نشوف صعود لهالمناطق لكن شروط الصعود أصدقاء أنه مانع مرقاع أسفل مناطق الـ 40500 مانع مرقاع أسفل هالمنطقة وهذا اللي رح يدعم الصعود إن شاء الله في حال كسر هالتريند هذا أيضاً رح نحدث الوضع على البيتكوين إذن لحد الآن البيتكوين على الفريمات الصغيرة أتمنى الحركة تصير بهالشكل هذا نهبط لمناطق الـ 41500 ورح راقب الحركة هون إذا شفت شمعة إنعكاسية من هالمنطقة الـ divergence إيجابي بين القاع هذا والقاع هذا ممكن استغل للصعود غير هيك رح أنتظر خبر الـ ETF في سبوت أو رح أنتظر كسر مناطق مهمة بالنسبة للبيتكوين حتى شوف الحركة القادمة هيك وصلت نهاية الفيديو وأتمنى أن العجاجكم إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله